مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن كيفية إنشاء فيديو باستخدام أفاتار واستنساخ الصوت الخاص بك وتحويل النص إلى صوت وهكذا يمكنك إنشاء فيديو رائع باستخدام الأفاتار والصوت الخاص بك وتحويل النص إلى صوت واستخدام موقع يعمل بالزكاء الاصطناعي لجعل الصورة الافتراضية تتحرك وتتحدث بشكل واقع هندخل على تطبيق تون مي من هنا علشان نعمل صورة من الصورة الشخصية بتاعتنا وهدوس من جوجل بلاي طبعا الاسم زي ما انتم شايفين كده وبعد كده هندوس على فتح بالطريقة ديت هتلاقي بالطريقة ديت أول حاجة من تحت هتلاقي بعد كده هعمل هختار الصورة من المعرض معرض الصورة عندي وهختار كده هختار وليكن الصورة ديت مثلا كده هتحمل الصورة تطبيق جميل جدا هو بوس جايب لك هو تحويل لأول شكلي يعني بوس جمالي هي في النص الصورة اللي فوق على اليسار هي الصورة اللي انا حملتها بص حولها لك لأول شكل ممكن تختار الشكل التاني اللي هو دوت تمام ممكن تختار الشكل التالت كده متبروز بالطريقة دي او دوت كل دوت اشكال انت حابب تعملها تعملها انا هختار اول واحدة صورة جملية حلوة ونجيب دي كده مسلا بنجرب دي جرب دي كمان بس بريك الاشكال اللي انت ممكن تعملها طيب انا لأ انا هختار اول واحدة الصورة واقعية اكتر بالطريقة دي. هنيجي بقى نعمل داونلود ان اتش دي. انا كده خلاص عملت الصورة بتاعتي. هدوس على داونلود ان اتش دي. هيقول لك يعني هو بيكون هو يعني الحاجة. تحميل. لما بالفعل تحميل الصورة. نفتح الصورة. الصورة هتلاقيها بالشكل اللي انت شايفه دوت. كده احنا عملنا الافاتار من الصورة. هنخش على الخطوة التالية. هندخل على موقع وهنيجي هنا مسلا وهتلاقي بالشكل اللي انت شايفو دوت. هيجي لك هنا تختار اللغة. هلا ارابيك ولا بنيجالي ولا انجليش ولا غيره. انت بتختار مسلا اللغة العربية. هو بيجيب لك بقى نمازج. ولي هكون مسلا هتجيب مسلا. طبعا ميل او في ميل عاو بنت ولا ولد. هتخليه مسلا دوت الميل دوت. وهتيجي هنا يقول لك مسلا اي اي ار مسلا استاندرد ايه في ميل وبنت ولا ولد. مسلا نختار دوت. نهام الميل دوت. وبعد كده بيدوس على الميل بتاعك. هوا مسلا كده. وهتختار مسلا ميل وبعد كده هتختار هنا البوس بتاع الجابة او الكلام ده كله هنكتب مسلا واحد ثانية هنكتب مسلا تليفون ولا ديت ولا مسلا نيجي هنا ونعمل مسلا 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 هنختار مسلا وليكن مسلا نجرب كده هنيجي نحط بقى النص هنا هنيجي نحط النص هنا هنروح على موقع اللي هنستخدم فيه طبعا موقع ده هو طبعا انا شرحت عن طريق موقع في فيديو هسيبه لكم في علامة الاي اعلى الفيديو طبعا هندخل هنا استخدم بقى الموقع دوت في ان احنا نجهز سكريبت في الفيديو بتاعنا فانا مسلا مش هجهز سكريبت كبير هكتب مسلا اكتب الطريقة ديت اكتب سكريبت مقدمة فيديو طبعا كيفية انشاء فيديو عن طريق انشاء افاتار وسنساخ الصوت الخاص بي وتحويل النص الى صوت وبعد استخدام وبعد استخدام موقع يعمل بالزكاء اللي جعل صورتي الافاتار تتحدث مقطع المستنسام طبعا هو مش لكن احنا هنسجل صوتنا بالكلام اللي هيطلع دوت في برنامج صوتي اي برنامج لتسجيل الصوت وهنستخدم برنامج في آآ التسجيل اللي هتطلع عن من البرنامج هنا طبعا هو عمل الكلمات بتاخد وبعد كده تبتدي بقى تشتغل عليه طبعا انا هعمل تاني اللي هو انا محضره قبل كده اهو تي مقدمة للفيديو بتاعنا والكلام ده كله فقى هنيجي على الكلام اللي احنا عيلينه هنا دوت او اللي كاتبينه هنا في برنامج الورد هنروح على برنامج اودا سيتي كده هيفتح معنا البرنامج زي ما انت شايف كده وهنبتدي بقى نسجل دي نسجل روح لأمي اللي فورد دوت كده طبعا عندنا البرنامج اهو محضر ومزبط الكلام ومحضر اني شغال على المايك دوت اللي انا شغال بيه او كده وانده كله زي ما انت شايف هتيجي هنا وهتجيب البرنامج الورد وهندوس على ريكورد من هنا ريكورد كده مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن كيفية انشاء فيديو باستخدام افاتار واستنساخ الصوت الخاص بك وتحويل النص الى صوت وهكذا يمكنك انشاء فيديو رائع باستخدام الافاتار والصوت الخاص بك وتحويل النص الى صوت واستخدام موقع يعمل بالزكاء الاصطناعي لجعل الصورة الافتراضية تتحرك وتتحدث بشكل واقع نقفل بعد كده التسجيل كده بعد كده اخد سبورت بقى لبقطع الصوتي دوت بعد ما سجلت الصوت بتاعي للكلمات المقدمة بتاعت الفيديو هنجي على موقع ريموف بي جي وهندخل الصورة بتاعتنا اللي احنا طلعناها من برنامج تون مي هنروح كده على موقع ريموف بي جي وهنعمل ازالة للخلفية عملنا ازالة للخلفية كده وهنعمل دونلود حدت الصورة خلاص هروح على موقع كنفا هعمل ابتكار بقى الصورة مصغرة لكني بعمل الصورة مصغرة في فيديو يتيوب بعد كده بجيب اي تصميم كده للخلفية مسلا خلفية او مسلا تكنولوجي مسلا نختار مسلا ديت كده وليكن ديت مسلا هنشوف بقى الصورة معانا اللي احنا نزلناها هنشوف كده هنروح للموقع كنفا ونحط الصورة في اعلى كده وهنشوف بقى او هيسمع الفيديو وهيشتغل بي ازاي انا مش عجباني الصورة الخلفية هنيجي نعمل كده ونروح تاني وطار اي صورة تانية هنروح كده لخلفيات معينة كده اخد منها صورة خلفية اي مثلا وليكن الخلفية كده هاخدها وهعملها كده وهعمل تعيين الصورة الخلفية عندك مثلا افضل ازاي تكل دوت تماما انا كده خليت الصورة زي ما انتو شي كده في الطريقة دي هعمل بعد كده تنزيل هعمل تنزيل كده انا كده خلصت اروح بقى الموقع هنكتب دي وهنعمل بحس هيجيب لنا الموقع المتميز دوت الموقع دوت في فترة تجريبية وبعد كده بيبقى باسعار بيبقى بدفوع فاحنا هنعمل تسجيل نعمل لوجين كده نعمل لوجين طبعا انت بيديك فترة تجريبية وبلمت استخدام محدود احنا هنعمل ايه بقى نعمل كرييت فيديو دوس على كرييت فيديو بالطريقة ديت وبعد كده عندك هنا ممكن تختار من الشخصيات ديت اختار مسلا الشخصية ديت او الشخصية ديت او الشخصية ديت اي حد من الشخصيات دي ممكن فيه شخصيات فيه انسة وفيه زكر ممكن تختار الشخصية اللي انت حبيبها هو هيتكلم الكلام النصي اللي انت هتكتبه هنا ولكن احنا هنعمل الصورة بتاعتنا احنا هنضيف الصورة بتاعتنا وهنضيف الصوت بتاعنا كمان ممكن كمان ما تضيفش الصوت ممكن تضيف النص وهو يتكلم بالنيابة عنه ولكن احنا النهاردة هنعمل ايه هنضيف بقى الصورة زي ما احنا اتفقنا هنضيف صورة من عندنا كده هعمل 1n كده أنا بكمل تسجيل بقى بالجيميل الخاص بـ دخلت إيميل الخاص بـ بطريقة دية أنا كده خلاص دخلت عن طريق الإيميل والسجلت خلاص فبدوس على كريات فيديو من هنا بدوس كريات فيديو كده زي ما اتفقنا هضيف الصورة بتاعتي أول حاجة الصورة اللي احنا عملناها عن طريق موقع كنفا بالطريقة دية. ضفت الصورة. هنا بقى بتقدر تضيف السكريبت بتاعك. هنا بتقدر تضيف السكريبت النصي بتاعك. او ممكن تضيف الاوديو. طبعا احنا سجلنا الصوت علشان ما ياخدش من الليمت بتاعنا كتير. فاحنا هنا يعني انه ممكن تضيف النص اللي انت عامله مسلا فيه الكلام دوت في الورد اللي احنا عاملينه دوت. او زي ما احنا اتفقنا هنضيف الصوت. فاحنا هنضيف الاوديو من هنا. هندوس كده. upload your own voice. وبعد كده هنروح على مكان الفويس. وهنختار الفقطع الصوتي. هو كده بيعمل upload للصوت. هدوس كده. طيب انا مش هكمل يعني انا خلاص كده عرفت ان ده الفقطع بتاعي. بعمل ايه بقى? بدوس على generate video. بدوس على generate. بص عامل ايه? الكريدت بتاعك عشرين. انت هيبقى فيه اتنين بس علشان انت ضفت الصوت بتاعك. انت ضفت الصوت بتاعك. فانت هتدوس على generate كده. كده هو بيجمع الفيديو بتاعك. كمام? الفيديو خلاص اتجمع اهو. هدوس بص بلايه كده? ده المقطع بتاعنا وشافته هو غير حتى في ملامح الصورة شوية ولكن اتكلم وحرك خلى الكلام يشتغل ويحرك يحرك الشفايف مع الكلام على اساس اكني انا اللي بتكلم مش الصورة لو اني ده الافاتار اللي احنا عملناه. وكده نعمل بعد كده download للمقطع دوت. المقطع دوت انا هضفه لكم في اول الفيديو الخاص بينا في الشرح. وبعد كده هتيجي بقى في برنامج منتاج. وبعد كده تيجي مسلا وليكن تيجي على برنامج مسلا كوب كوت كده. وتديه في المقدمة وتديه في بقيت انت عاوزه من حاجات او حاجات عاوز تظهر في الفيديو. وبعد كده هنروح لبرنامج المنتاج. وبعد كده اجمع بقى الكلام بتاعك الكله في البرنامج. وبعد كده انتج الشكل النهائي للفيديو. كده نكون انشأنا فيديو افاتار كامل في الادوات اللي احنا شفناها. برنامج الودا سيتي. برنامج الودا سيتي. وبرنامج منتاج. وعندنا كمان موقع دي اي دي الاحترافي. عندنا كنفا عملنا بها صورة. وعملنا بتضيق تون مي. عملنا الصورة يعني يعني قريبة الى الافاتار. وبعد كده من صورتك الشخصية. وبعد كده عملنا انشأنا الفيديو اللي انتو شفتوه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الشرح النهاردة يارب بتكونوا استفدتوا. ولو عجبك الفيديو طبعا دوس لايك علشان يوصل لأكبر قدر ممكن. واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لأكبر قدر ممكن. وتابعوه علشان فيه كتير لسه ما ادبناهوش. شكرا لكم مع السلامة.